بعد وعكة صحية عنيفة رحلت الإعلامية المصرية مها حسني معيدة برحيلها ذكريات العصر الدهبي للتلفزيون المصري ماسبيرو بين المصريين تعتبر راحلة من نجمات ذلك العصر عندما كانت إطلالات ما يعرف بمذيعات الربط بين البرامج يشكل تيمة ومميزة لدى ملايين الأسر المصرية أما الراحلة مها حسني فكانت قد تجاوزت مرحلة تقديم الفواصل وقامت من بعدها بتقديم العديد من البرامج التلفزيونية المميزة من أشهرها برنامج أيامنا الحلوة وبرنامج سيدتي الذي كان يتناول قضايا واهتمامات المرأة بشكل عام رغم غياب مها حسني في السنوات الأخيرة عن شاشات التلفزيون فأنها واصلت اللقاء مع جمهورها عبر صفحاتها على مواقع شباكة التواصل الاجتماعي حيث تميزت بمواقفها تعليقاتها الإنسانية وكان من أشهرها تضامنها القوي مع الفنان المصري رامي جمال عندما أعلن إصابته بمرض البهق طيب ما الذي قيل كيف كانت تعليقات طبعا هي انهالت على خبر رحيل الإعلامية الشهيرة كان نشرته الهيئة الوطنية الإعلام ماس بيرو والتي كتبت عبر صفحتها على فيسبوك التالي قالت ببالغ الحزن والأسى تنعى الهيئة الوطنية الإعلام العلمية الراحلة مها حسني والتي رحلت من عالمنا بعد مسيرة طويلة من العطاء بالعمل الإعلامي ياسر أيضا قال ربنا يرحمها ويسكنها فسيح قناته ويشها بفكرني بأيام طفولة بريئة وقميلة وبلمت العيلة على التلفزيون أيام ما كانت الدنيا ليس سهلة وبسيطة من تسمي حسابها أيضا بالمحروسة قالت كنت بحبها قدا كانت مزيعة مسقفة ومحترمة الله يرحمها ويغفر لها ويكرم نزلها أخيرا يعني علقت بانا صرتي قالت أو بانا قالت صرتي أنت الآن من أيامنا الحلوة رحمك الله